ممن كاتب الحسين عليه السلام وخاطبهم الحسين يوم عاشورا عاذلا حجار بن أبجر العجلي هذا أيضا له قصة مع التقلبات أولا يجب أن تعرفوا طبقا لما ذكره الحميري في شمس العلوم قال حجار بن أبجر اسم رجل من بكر بن وائل من بني عجل أسلم على يدي عمر بن الخطاب وكان شريفا تفصيل إسلامه على يد الطاغية الثاني ذكر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر يقول روى بن دريد في الأخبار المنثورة حدثنا أبو حاتم عن عبيدة عن أشياخ من بني عجل قالوا حجار بن أبجر لأبيه أو قال حجار بن أبجر لأبيه وكان نصرانيا هو أبوه كان نصرانيا وهو نفسه كان نصرانيا لكن فيما بعد أسلم على يدي عمر لماذا؟ لأنه قال لأبيه هذه الكلمة يا أبتي أرى قوما قد دخلوا في هذا الدين في الإسلام فشرفوا صاروا من الأشراف والأعزة الكبار وقد أردت الدخول فيه إذن غرضه من دخول هذا الدين اعتقاد بهذا الدين؟ لا وإنما طلب للشرف لا أكثر السيادة صارت في زمانه للإسلام هذا كل ما في الأمر فمن أراد العلا الاجتماعي السياسي الفخري لا بد أن يدخل في هذا الدين ويصبح مسلما هذا كل ما في الأمر صريح كلام يا أبتي أرى قوما قد دخلوا في هذا الدين فشرفوا وقد أردت الدخول فيه فقال يا بني أبو أيضا له مثل هذه الصفة يهتم بالشرف بالعلوم بالوجه قال لا 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 تدخل الإسلام هكذا بكل بساطة روح لرأس المسلمين الآن وهو عمر حتى يسجل أن إسلامك على يديه فتتعزز أكثر يعني تتشرف أكثر قال له يا بني اصبر حتى أقدم معك على عمر ليشرفك وإياك أن يكون لك همة دون الغاية القصوى يقول فذكر القصة أنهم ذهبوا إلى عمر وإلى ما هنالك يقول وفيها أن أبجر قال لعمر هذا الوالد ماذا قال لعمر أشهد أن لا إله إلا الله وأن حجارا ابني حجار بن أبجر يشهد أن محمد رسول الله أنا بس أشهد أن لا إله إلا الله وابني أشهد أن محمد رسول الله قال فما يمنعك أنت ليش أنت ما تتشهد بالشهادتين حتى تدخل الإسلام ليش أخذت بشهادة دون الأخرى قال إنما أنا هامة اليوم أو غد يعني اليوم لو باتشير أنا راح أكون هامة ميت فبعد خلص راحت عليها يعني هالشكل يقول وذكر المرزباني في معجم الشعراء أن أبجر هذا الوالد مات على نصرانيته في زمن علي عليه السلام قبل قتله أي قبل قتل علي عليه السلام بيسير وهناك قصة لما قتل أو عفوا مات لا بأس من باب الشيء بشيء يذكر أن نذكرها لكم على عجل هذه القصة وردت في تاريخ الطبري ومجمع الزوائد للهيثم وتاريخ دمشق لابن عساكر حاصلها قالوا وكان ابن ملجم لعنة الله عليه عبد الرحمن ابن ملجم قبل أن يضرب علي عليه السلام قعد في بني بكر بن وائل كان قد قعد في هؤلاء القوم الذين هم قوم حجار بن أبجر إذ مر عليه بجنازة أبجر بن جابر العجلي أبي حجار مات هذا الوالد النصراني مات وكان نصرانياً والنصارى حوله وناس مع حجار مع ابنه مسلمون بمنزلته يمشون بجانب إمامهم شقيق بن ثور السلمي عبد الرحمن ابن ملجم لعنه الله يرى هذا المنظر فغاضه شنو هذا واحد نصراني يموت والمسلمون يدخلون مع النصارى يشيعونه ما عجب هذا المنظر فنظم أبياتاً قال شعراً ما حد يدري بهذه الأشعار تقريباً يقول فلما رآهم قال من هؤلاء فأخبر أخبروه شنو القصة ثم أنشأ يقول لإن كان حجار بن أبجر مسلماً لقد بعدت منه جنازة أبجري وإن كان حجار بن أبجر كافراً فما مثل هذا من كفور بمنكري أترضون هذا إن قساً ومسلماً قساً من قساوسة النصارى ومسلماً جميعاً لدى نعش فيا قبح منظري فلولا الذي أنوي لولا أنه عندي هدف آخر جريمة أخرى مبيتة أريد أن أرتكبها لأن هذه الحادثة موت أبجر إنما وقعت قبل مقتل علي عليه السلام بيسير فهو كان يهيئ سيفه لذلك يقول فلولا الذي أنوي لفرقت جمعهم بأبيض مصقول الدياس مشهري ولكنني أنوي بذاك وسيلة إلى الله أو هذا فخذ ذاك أو ذري يعني ما أعجب المنظر أراد أن يحمل عليهم بسيفه ويقتلهم يعتبر ذلك منكراً أن كيف يشيع المسلمون قسة نصرانية بمن فيهم ولده هذا يقول مفروض بعد خلص بحسب فهمه طبعاً الطيق للدين وتطرفه فيه يظن أن هذا ليس بجائس طيب فإذا هذا الرجل حجار بن أبجر نصراني بن نصراني إنما دخل الإسلام طمعاً في الشرف ليس إلا وأسلم على يد عمر بن الخطاب على حد زعمهم حتى ينال شرفاً مضاعفاً وأيضاً لو بحثتم في التواريخ لوجدتموه لا يبعد عن سيرة شبث بن ربعي في التقلب والتذبذب التواريخ تقول قلنا أولاً كان على هوى عمر وآل عمر ثم حين قدوم علي عليه السلام إلى الكوفة صار مع علي عليه السلام ثم لما آل الأمر إلى معاوية صار مع معاوية والأمويين وكان يلقي إلى معاوية معاوية بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام يعني كيف كان أمير المؤمنين يقضي في القضاء في المعضلات معاوية جاهل ما يعرف يقضي فكان يقول لو يعلمه يقول له علي بن الطالب وكان يقضي فيقضي معاوية ثم لما هلك معاوية كاتب الحسين عليه السلام وأبدى له نصرته ثم انقلب ووال الأمويين وقاتل الحسين عليه السلام على رأس ألف مقاتل هو هذا نفسه ثم تخلى عن الأمويين وانقلب عليهم وصار مع مصعب بن الزبير وقاتل معه المختار ثم انقلب ورجع إلى الأمويين وصار من ندماء الحجاج بن يوسف الثقفي لعنة الله عليهم أجمعين تقلب في طوال حياته أفهذا يمكن أن يسمى شيعيا حقا إنما دس نفسه في أوساط الشيعة